السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخري يا حبيب قلبي صباح الخري يا عسلات قلبي صباح البطاطا والقطاطا والحلاوة والملاوة وكل العسلات وكل الجمالات كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وانتوا في أسعة حال وكل سنة وانتوا معايا بتساعدوني بكلامكم ودعواتكم وتعلاقاتكم الجميلة ربنا يقبر بخاطركم ويجعل الأيام كلها أعياد وأفراح وسعادة وكل حاجة جميلة النهاردة طبعا أنا ايه في الشغل ايه اللي خليني مستعجلة ومتلعوية كده الدنيا ليلة علي والوقت اتأخر ده بعد الفطار يا جماعة ده بعد الفطار وأنا بقى عمالة ألم الدنيا في الموادبخ ألمها مش عايزة تتلمى ألمها مش عايزة تتلمى والمدام تقولي إيه والله يا نصرا انت وشي تعب ليه يا مدام وشي تعب يا نصرا حط الغسيل حط يا نصرا الموعين في الغسلة يا اسماء البتاعة اللي بتغسل الأطباق دي بحط يا جماعة بس ما بتاخدش حاجة يعني مش بتاخد موعين كتير أولله بحط الأطباق والكبيات وفي حاجة بعزة أقول لكم عليها لما باج أشيل الكبيات أو أشيل معلقة وبتأشم راحتها ألاقي راحتها كده حاجة مش حلوة أولله زي زفارة زي حاجة أضطر والله قبل ما استعمل الكوباية أخسلها طب قلت إيه رب الحيرة دي انها طلع الموعين من الغسلة أخسلها والله العزمزم بكلمكم كده وساعات أشيل طباقهم 3-4 ورقوا مع بعض أحطهم في الدرج ولما أجه أسحب الأطباق ألاقي في الوسط طباق مش نضيف أو كوباية لازق فيها حاجة أو شوكة لازق فيها حاجة بتكلم بجد والله قولوا له أنت عندكم برضو كده الغسلات دي بتاعت الأطباق ساعات بتلاقوا في حاجات مش نضيفة كمان يعني ما بتاخدش الحاجات الكبيرة زي مثلا سيرفيز كبير أو حاجة كبيرة لأ ما بتاخدش تمام فأنا قلت بقى إيه يعني اللي هيخلينا رس وراتبه بتاع طبما أنا إيه آه دا كان إيه دا كان بني مش شافة دا كان بني ولا كان إيه كان ما كنتش طبعا قليته أو والله ما فاكرة كان أكل إيه قلت طبع شلو بقى في التلاجة وراتب الدنيا كده يعني روقها وهنا طبعا الموعين عايز أقول لكم الموعين بعد الفطار شايفين قد إيه كتير جدا كتير جدا فيه أطباق زي ما بقول لكم ما ينفعش إنها تخش في الغسلالة الأطباق تمام مهم بقى أنا عايز أخذ رأيكم في وفاق بجد يعني بتعمل حاجات غريبة جدا وفاق مين وفاق بنتي وفاق بنتي يا جماعة مش عارفة أعمل معها إيه أي حد فينا يعني أي حد فينا لو راحل ضيف لو راحل ضيف قال لو راحل زر الحد أكيد ما بتروحش بيقديك فاضية يعني لو حد غريب حتى وراحله مش بتروحله بيقديك فاضية تمام فأنا كل ما أروح لبنتي يعني الأول دولة ما بعملش معها الحركات دي الأول كنت مثلا أروح أديها فلوس تفضل تحلف وتدي على نفسها إله هيجي ويحط علي يا بنتي أبوس إيديك بلاش دعوة حرام عليك يا بنتي اتقي ربنا مفيش فايدة فيها مهم كل ما أجي أديها فلوس ولا بتاع ترفض طبعا أنا أحيانا ببقى مش قادرة أشيل حاجة واخد حاجة معايا ليها ببقى مثلا بينه وبينها ساعة ونص مواصلات أو ساعتين في المترو ومواصلات وبتاع فبقول إيه بدل ما إيه إيه تبقى أدرة أديها مثلا في لوس في إيديها إيه تبقى أدرة يعني إيه تشوف إيه اللي نقصها نفسها حاجة تجيبها بتاعها كده ومش بديها كتير والله يعني مثلا تلتون مترو بعمل جنيه أو مثلا متين جنيه يعني كده على حسب الظروف المهمة تقعد تحلف والله يجي وحط علي ما أخده والله معايا والله معايا والله معايا زهقت جيت بقى غيرت بقى بقيت عامل إيه بقيت عامل إيه بس فعلا بتدايق منها جدا جدا كل ما روح بتدايقني بجد بتدايقني بالحلفان تقعد تدايقني بالحلفان يجي وحط كل شواء قلتني يا بنت حرام عليك يجي وحط عليك إيه هو أنت نقص يا حبيبة قلبي كفاياك يا بنت يعني أنت المهمة بقيت يا جماعة أعمل إيه أخلاها بتبقى في المطبخ ولا بتعمل أي حاجة والفلوس اللي هدهالها أروح مخبيها تحت إيه مخدة تحت الأنتريق أي في أي حتة كده في درج المطبخ في أي حتة وبعد يمامشي عشان ما تقلش بقى تدعي وتحلف وتعمل الهابل اللي هي بتعمله ده وغادرين بالكو بعد منزل أتصل بقى بتليفون أقول لي وفاق سبتلك كذا كذا تمام ده أنا كده فأمفكرة نفسي أن أنا شاطرة ها أنا أمفكرة نفسي أن أنا شاطرة تمام أرجع بعد أسبوع أو أسبوعين أروح لها ألاقاها شاليل الفلوس وتقول لي يا ماما تعملش كده تاين تروح مديني الفلوس والله العظيم وحيط ربنا غلوبت معاها غلوبت مش قادرة أقول لكم أنا غلوبت معاها أجيب حاجة بقى خلاص أنا يعني أنا مش عارفة يعني أخد حاجة وأنا رايحة يا ماما ما تجيبيش يا ماما أنا عندي يا ستي إيه المشكلة عندك الخير هو أنا بجيب لك عشان أنت ما عندك إيش أنا أمك يا بنتي أنا أمك إيه المشكلة ما أخش بإيدي يعني بإيدي معايا حاجة يا حبيبتي إيه اللي هيحصل يعني إيه المشكلة لا في يعني على طول يا جماعة أنا يعني اكتبوا لها كلمة يا جماعة قولوا لها كلمة علشان الدعاء ده حرام وهي بالصراحة مش نقصة لهي يعني يعني أنا كل ما بخش في حرب مع بنتي بسبب أن أنا أديها حاجة أو أخد حاجة وأنا راحها معي دي جد يعني أكتر حاجة بتعصبني يعني خلاص ما تفضلش تحليفي وتدعي وتعملي طب ليه إيه يعني أنت الحمد لله زي الفل كل شوية بتعبانة وعيالك مش عارفة إيه فما أملهاش لازمة الكلام ده فيا حبيب قلبي أنا بطلب منكو بس إن أنتو تقولوا لها بلاش كده يا وفاق كده حرام وما ينفعش وأنا أمها يا جماعة يعني أنا يعني هي ملاش حد يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا جزء ربنا يخليه ويصلح الحال ويهدي سرها ولكن أنا كأهل يعني كأهل قريب أو كده ملاش حد طبعا الطبق ده زي ما أنتو شايفينه كبير كبير طهمة طهمة بس أنا بحبه الطبق المدور ده بعمل إيه بقى ما بقدرش إن أنا هو أصلا مش هيجي في الحوت مش هيجي في حوت بحطه كده وبصبنه وبشتفه بالفوتة بافضل بالله همية واشتفه واشتف الفوتة وعمله بفوتة بخل وبنظفه هو طبق كبير جدا هو واخد ثلاث تربعة الترابيزة الترابيزة اللي في المطبخ دي الطبق ده واخد ثلاث تربعة يعني هو تقيل ولا ينفع يتحط في الحوت ولا ينفع فأنا في العزيم بستعمله تمام ولكن آآ لما أجي أخسله ما ينفعش إن هو يتغسل في الحوت تمام الاطباق البيضة دي الكبيرة دي بتبقى حلوة قوي أو السيرفيز أو آآ أطباق العزيم البيضة دي بالذات بتبقى مديها الشياكة كده للأكل وبتبقى بجد شكلها جميل جدا 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 أنا بصراحة بعشقهم وهم تقيل بس أنا برضو بحب استعمله زي ما أنتوا شايفين بقى كنت الوقت كانت أخر كده بالليل وأنا عمالة أجري 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 عشان أخلص آآ بس المدام بقى زي ما بقولوك كده بتقولي إن يا نصر أنت وشي تعب حط المواعين في البتاعة حط المواعين إيه؟ آآ كمان عايز أقولكو إن المواعين في البتاعة دي بتاخد لها ساعتين الضورة بتاعتها بتاخد لها ساعتين يعني في الساعتين دول أكون أنا غسلت المواعين ومساحت المطبخ وعملت كل حاجة آآ وزي ما قلتلكو قلولي كده فعلا ليه؟ المواعين بتطلع من الغسالة بتاعة الأطباق راحتها مش ولابد راحتها مش حلوة كده وساعت بتحس إن أنت لما تمسكها تحس إن فيها زي صابون كتحس إنها فيها مزلقة شوية كده مش عارف فيها يعني بصراحة بس فالمهم زي ما بقولوكو كده يعني عايزاكو حبايب قلب نصرة يا كتكيت قلب نصرة تقوله لست مؤدم بلاش الدعا وبلاش كل شوية يعني توجع قلبي أخش أنا معاها بقف نقاش إيه بقى وجهة نظرة؟ وجهة نظرة بتقولي يا ماما أنت واحدة بتشتغل وتتعبي ما ينفعش يعني تساعديني أو تعملي ده أنت واحدة بتشتغل وتتعبي وأنا يا ماما أنا ما بشتغلش فيا أمي شيلي قرشك لنفس كنت في يوم الأيام يا ماما لو تعبت أو جرالك حاجة أنا ما معايش يا ماما أساعدك أوه في جنبك عشان كده يا أمي أنا ما برضاش أخد منك حاجة طب أنتوا شايفين إن ده صح؟ كلام أم أدم صح؟ أنا ما ليش غير أمي آدم وهي نور عيني هي وأحفادي وحبايب قلبي أنتوا طبعا المتابعين ربنا يستركم ويساعدكم يا رب حق جاه النبي وأهل بيته ويكفيكم شر المرض ويكفيكم شر المستخبي أقول لها كلمة يا حبايب قلبي عشان أنا بجد تعبت معها من النقاش ومن كل ما روح أتخاني ما أقول لها مش هاجي عندك تاني مش هاجي عندك تاني بشكركم جدا حبايبي ربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منكم ومجازيكم كل خير وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله